السلام عليكم صباح الخير لكم جميعا ونهار سعيد قبل أن نبدأ بالنشرة الإخبارية التي هي منوعة بين أخبار سياسية وأخبار رياضية وأمور أيضا اجتماعية في البداية غدا أصدقائي هو عيد الأضحى عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير لنبدأ أصدقائي بالأخبار لكن قبل أن نتكلم عن الأخبار الرياضية خصوصا الفوز الكبير لمنتخب ألمانيا يوم أمس بخمسة لواحد أمام إسكتلندا في البداية سنتكلم على مجموعة من الأخبار السياسية والأخبار الاجتماعية سنبدأ في البداية بالحادثة التي حصلت بمدينة مكدوبورغ يوم أمس أصدقائي بولاية زاكسن أنهالت أطلقت الشرطة الألمانية النار على رجل ومات متأثرا بجراحه بعدما حاول الهجوم على الشرطة بالسكين حسب ما نشرته الصحف الألمانية الرجل كما تقول الصحافة الألمانية حمل سكينا ويعتقد بأنه قتل شخصا بأحد الأحياء السكنية وبعدها تجول بالشارع بحثا عن ضحايا جدد وتوجه إلى مكان توجد به مجموعة من الحدائق وهناك كان مجموعة من الألمان يشاهدون لقاء ألمانيا يوم أمس بالحديقة ودخل عليهم إلى الحديقة وطعن ثلاثة أشخاص هناك بالسكين شخصين من بينهم جروح خطيرة بعد ذلك جاءت الشرطة وقالت الصحف الألمانية بأنه حاول الهجوم والاعتداء على الشرطة أيضا بالسكين وأطلقت الشرطة النار عليه ونقل إلى المستشفى وتوفي بالمستشفى متأثرا بجروحه لا توجد أصدقائي معلومات عن هذا الرجل الذي قام بالهجوم على الناس بالسكين لا تعرف حاليا ما هي جنسيته أو ما هي دوافعه لأن التحقيقات ما زالت مستمرة عندما تأتي أمور جديدة سوف أخبركم بها أولا بأول وبالتفاصيل الموتوقة أصدقائي لذلك تأكدوا من أنكم مشتركين بالقناة ومفاعلين للجرس ونتمنى السلامة للجميع أيضا خبر آخر يهم الطلاب طلاب الجامعة خبر جميل وخبر رائع وافق البرلمان الألماني على رفع بافق المنحة الدراسية التي تقدم للطلب الجامعيين والتي تقدم أيضا للتلاميذ الذين يحصلون على بافق الآن تم رفع معدل بافق وأعلى حد في بافق الآن وهو 992 يورو خصوصا للطلب الجامعيين أو التلاميذ الذين يأتون من عائلات يعني ضعيفة الدخل أيضا تم رفع الدعم الخاص بالسكن فونغيلد للطلب الجامعيين ليصبحك أعلى حد 380 يورو وأيضا خبر جميل للطلب الجامعيين الذين مثلا من سوف يبدأ أول فصل دراسي هذه السنة سوف يدخل ويبدأ أول فصل دراسي يعني سوف يحصلون على مساعدة ألف يورو مرة واحدة خصوصا لدوي الدخل الضعيف يعني الطلب الجامعيين الذين يأتون من عائلات دخلها ضعيف أصدقائي هذه الأمور جميلة جدا لمساعدة الطلاب ومن يحصلون على قرض طلابي ما يسمى ببافق وهي مخصصة لكل من يحمل الجنسية الألمانية أو عندهم إقامة هنا في ألمانيا ننتقل أصدقائي إلى خبر آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية ألقي القبض على المتهم الرئيسي والمتهم الأول في قتل الطفلة الأوكرانية فالاغية 9 سنوات التي اختفت بعدما كانت في طريقها متوجهة إلى المدرسة بمدينة دوبيلين بولاية زاكسن المتهم الرئيسي وهو صديق سابق للأم أم فالاغية وهو من جنسية ملضافية ويعيش في دولة التشيك كانت الأم على علاقة به بعدما جاءت إلى ألمانيا في عام 2022 مع أطفالها حصل طلاق بينها وبين زوجها الذي ضل في أوكرانيا للدفاع عن وطنه الأم كانت عندها قالوا بأنه عندما جاءت إلى ألمانيا تعرفت وكانت عندها أصدقاء هنا في ألمانيا ويعني الآن هذا الشخص الذي ألقي عليه القبض كان صديقها وكانت معه في علاقه وكان يعيش في براك في أتشيك وهو المتهم الرئيسي بقتل الطفلة فالاغية 9 سنوات للأسف بتلك الطريقة البشعة حيث يتهم بأنه جاء إلى ألمانيا في داكا اليوم الذي اختفت فيه فالاغية يعني التقطته كاميرا لأحد الجيران هناك بالحي وشوهد وتم العطور على جدة الطفلة بالغابة يتم الآن التحقيق معه لمعرفة هل هو فعلا القاتل للطفلة الصغيرة خرج ألفين شخص للتعبير عن حزنهم لوفاة الطفلة الصغيرة في مدينة دوبلين بولاية زاكسن ووضعوا الشموع وأيضا عملوا بالونات صغيرة أب الطفلة فالاغية 9 سنوات أكد أنه طلب تسريحا من الجيش الأوكراني وأخذ إجازة وهو الآن في طريقه إلى ألمانيا لأنه يرغب بتقبيل جدة طفلته لآخر مرة وأيضا يرغب بأن يأخذ الجدة إلى أوكرانيا من أجل دفنها في أوكرانيا وقال بأنه مصدوم جدا لأنه أرسل العائلة وأرسل أطفاله إلى ألمانيا من أجل سلامتهم ومن أجل الأمان وهو حزين جدا جدا عندما هو الآن قادم إلى ألمانيا مستشار ألمانيا أولف شولس عمل مقابلة تلفزيونية مع القناة الأولى الألمانية وتكلم بمجموعة من الأمور من بينها مؤتمر السلام لأوكرانيا الذي سوف يبدأ في سويسرا والذي لن تحضره روسيا ولن تحضره الصين حيث لم يتم دعوة روسيا إلى مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا والصين اعتذرت عن الحضور وتكلم مستشار ألمانيا مع القناة التلفزيونية الأولى وقال بأنه يعني هو أيضا مستعد للحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشروط محددة وأعلن شولس عن دعمه الكامل لأوكرانيا قبيل مؤتمر السلام الذي يبدأ هذا اليوم في سويسرا مشيرا إلى أن هذا يظهر أن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم ألمانيا وقال لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يظن أن هذا الدعم ممكن أن يتراجع يعني أولف شولس يقول بأنه سوف يستمر بدعم أوكرانيا كما انتقد أيضا أولف شولس مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء المحادثات الخاصة بالسلام واصفا مقترح الرئيس الروسي بأنه مقترح غير جدي ويعني هو جاء فقط مرتبطا بمؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا في سويسرا وأكد أولف شولس على الحاجة إلى سلام عادل يحترم سلامة وسيادة أوكرانيا وتوجه أولف شولس أيضا إلى الكلام بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم هذه المقترحات لتحقيق مكاسب سياسية داخلية مشيرا إلى أن الناس يتطلعون إلى حل سلمي للنزاع وأن بوتين يسعى لتضليلهم حول دوره في بدء الحرب ومواصلتها إذن أولف شولس وأيضا أوكرانيا ومجموعة من الدول يرفضون مقترح الرئيس الروسي لوقف الحرب حيث سبق يوم أمس أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروطا للسلام ووقف فوري للحرب وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة لوقف القتال فورا إذا تخلت أوكرانيا عن مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو وإذا سحبت أوكرانيا قواتها عن المناطق الأربعة التي أعلنت روسيا ضمها هذا المقترح رفضته أوكرانيا رفضا تماما وقالت بأنها لن تتخلى عن أراضيها التي تسيطر عليها القوات الروسية شرق أوكرانيا وأن أوكرانيا أيضا متمسكة بالانضمام إلى حلف الناتو رغم ذلك أولف شولز أكد يوم أمس أيضا للصحافة الألمانية بأن ألمانيا وهو شخصيا مستعد للتحدث مع بوتين عندما تتوفر الظروف ويتوفر ويأتي الوقت المناسب وتكون هناك أيضا مواضيع مناسبة للنقاش وهو الآن يفكر بمؤتمر السلام بسويسرا الذي سوف يبدأ في سويسرا لأنه يظن بأن هذا المؤتمر مهم جدا بالنسبة لأوكرانيا ندخل الآن أصدقائي إلى الفقرة الرياضية فاز يوم أمس المنتخب الألماني بأول اختبار له ببطولة كأس أوروبا التي تقام هنا في ألمانيا أمام فريق منتخب إسكتلندا بخمسة لواحد ظهر المنتخب الألماني بأداء رائع أيضا كانت هناك فرص كثيرة ضاعت هذا الفوز لا يقلل نهائيا من منتخب إسكتلندا الذي كان منتخبا فعلا شجاعا ولم يستحق الهزيمة الكبيرة لكن المنتخب الألماني استغل جميع الفرص وفاز حاليا ألمانيا عندها ثلاثة نقاط بمجموعتها إسكتلندا صفر نقطة اليوم سوف تجرى ثلاثة مقابلات سوف تجرى مقابلة بين هنغاريا يعني المجار أمام سويسرا الساعة الثالثة بعد الظهر بمدينة كولن وهو لقاء جد مهم لأن المجار وأيضا سويسرا يوجدان بمجموعة ألمانيا أنا أرى بأن هذا اللقاء سوف يكون متكافئا بعض الشيء يمكن أن ينتهي بالتعادل أو يمكن أن ينتهي بفوز بسيط يعني إما واحد صفر أو اثنين لواحد هكذا لأنه منتخب المجار منتخب يعني صلب ومنتخب قوي منتخب سويسرا أيضا منتخب قوي لكن سويسرا لديها مؤخرا بعض المشاكل يعني بالتشكيلة وهناك تغييرات كثيرة عرفها المنتخب السويسري ما هي نتيجتكم وتوقعكم للقاء المجار وسويسرا اليوم أيضا لقاء قوي جدا في مدينة برلين الساعة السادسة بين إسبانيا وكرواتيا كرواتيا تالت كأس العالم يواجه إسبانيا التي بمدرب جديد لاعبين مهاريين ومنتخب فتي ومنتخب صراحة قوي جدا يعني أنا أرى بأنه لقاء إسبانيا وكرواتيا لقاء سيكون واحد من أجمل لقاءات كأس أوروبا أظن بأنه الكثة يعني هناك يعني صراحة لا أستطيع يعني أنا أتوقع من يمكن أن يفوز أظن بأنه اللقاء سينتهي بالتعادل لأنه الفريقين يعني قويين أظن واحد لواحد سوف نرى وهناك اليوم ليلا الساعة التاسعة بمدينة دورتموند لقاء إيطاليا ضد ألبانيا يعني البطل بطل النسخة السابقة إيطاليا وأيضا إيطاليا التي لم تستطع التأهل إلى كأس العالم التي أقيمت في قطر سوف تواجه ألبانيا ألبانيا منتخب فاتي لكن أظن بأنه إيطاليا سوف تنتصر ممكن أن تنتصر لأنها عندها مجموعة أيضا قوية ممكن أن تكون أظن 2 لصفر أو 1 لصفر هكذا تقريبا لكن لا يجب الاستهانة بمنتخب ألبانيا أيضا لأنه ممكن أيضا أن يحقق المفاجأة أمام إيطاليا ما هي توقعاتكم للقاءات اليوم أصدقائي كي تتوصلوا دائما بالجديد اشتركوا في القناة وفعلوا جرس وانشروا الفيديو شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء